سؤالي الأول يقول لما يكون جماعة العامل ناجح على السوشيال ميديا وفيهم مشاهدات كثيرة هل هذا يعني أنه ناجح في الواقع؟ تفضلي مفيد أولا نبدأ بسؤالك الأول ونكمل مع هذا لأنه لاسق في بعضها أنا أقول معيار نجاح لنسبة المشاهدة لا يوجد 100% كما قال الحراض فيها سلبي فيها الإيجابي فيها البلوس وفيها المعلى لأنه بلا ما يخفى ليك لاحظوا بعض الأعمال أو معظمها عادوا سبونسوريزي أو الأعمال تحق نعم نقطة مهمة هذه اللولة باش سبونسوريزي المشاهدات تطلع بين قدمة تحط قدمة يطلع قدمة هنا ونعرفوا إحنا بين العمل والمليح ولا ماشي مليح ماشي من خلال كي تدخل كي ما قال لك العوادي في اليوتيوب وتلقى بالك للتعليقات قادرة كي ما قال لك تلقى الضحك بسا كي تلقى بالك أكتر الأغلبية متفقين كامل على أنه العمل المليح والمشاهد المليحة هنا تقدر تدي خلينا نقول لك مفيدة أنه حتى تعليقات ربما في بعض الأحيان ما تقدرش تكون معيار عني جايتك ماش معيار ماش معيار لقد كنت تشوف الأغلبية على خطحنا في ناميزة وهضرتها في حيث السقبل كي نشوفوا الكومنتير اللول ماشي مليح نتبعوه ماشي مليح هذه ماشي كله وكي نشوفوا واحد مليح ونشوفوا شكون قال صحابي مكومنتين فيه أنتبع صحابي ماما نكون ترى فهمتك؟ وباش الرضي صحابي برك هذه ثانية نقطة ماش مليحة أنه بالنسبة لي بالنسبة لي مفيدة عداس المعيار الحقيقي هو في الواقع ماشي في المواقع كي تهبط بره وتشوفني وعلى خطر ما عناش نصنطرتع صنداج نعاود نقولها مع الناس صندتع صنداج لحد الآن باش نديروا به المعايير كي تشوف أنت بنت البلاد ولا تشوف نسبتها طالعة ونبعد تقول لي كي ما نقول ونحنا كي ديروا المسابقات ولا يديروا هلال ولا العام لي فات نعطي مثال لا العام دا ما زالوا العام دا ما زالوا نظر العام لي فات ولا لي قبلها كي تلقى هكا كي ما نقولوها أن نحيروا ساعات من عمل كي يدي جائزة والأخر فهمنا ونحنا شفنا بلي ذاك لي مليح تحيروا معك يقول لك لا بس كما عن ناش المشكلة هنا نرجع معناش صندتر صندتح حقيقي لنقدروا به المعيار الحقيقي الأفلام